شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة لا سيما المتعلقة بتوفير الخدمات فيما دع الأمم المتحدة إلى تكتيف جهودها في دعم العراقي واستقراره وذكر بيان لموقع الصدر أن زعيم التيار الصدري بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش بحث في النجف آخر المستجدات على الساحة العراقية فضلا عن مناقشة الوضع العام في البلاد والتظاهرات التي تشهدها عدد من المدن الجنوبية وبحسب البيان فإن الطرفين ناقشا أيضا موضوع تشكيل الحكومة المقبلة التي سيقع على عتيقها الإسراء بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين